بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بالجميع اليوم سوف نتناول درس جديد درس اليوم هو درس في الجغرافيا لتلاميذ السنة الثالثة متوسط ونواصل بدرسنا اليوم سلسلة دروس الفصل الثاني درسنا النهار اليوم تحت عنوان التنمية في إفريقيا بين الوفرة والمعيقات نبدأ على بركة الله تعالى الميدان الثاني السكان والتنمية في قارة إفريقيا في هذا الميدان أو الميدان الثاني هذا الميدان متكون من ثلث وضعيات ثلاثة وضعيات أي ثلث دروس الدرس اللول تطرقنا ليه من قبل وقمت بفيديو عنه يعني هما جزئين رابط تاع زوجيديد رح يكون في صندوق الوصف وهذا الدرس الثاني اللي هو التنمية في إفريقيا بين الوفرة والمعيقات والدرس الثالث اقتراح حلول لمشاكل التنمية في إفريقيا إذن الدرس داعنا تاعليوم رح يتكون من ثلث حوائش أو ثلث نقاط الحاجة اللولى اللي حدنا نشوفها اللي هي المؤهلات الطبيعية وبعد المؤهلات البشرية لقارة إفريقيا أكيد وبعدها رح نشوفه معيقات التنمية المؤهلات الطبيعية المؤهلات البشرية ومعيقات التنمية أولا المؤهلات الطبيعية المؤهلات الطبيعية لدينا أولا مساحة الأراضي الواسعة فالأراضي الصالحة للزراعة تمثل 30% من الأراضي عامة ثانيا وفرت الثروة الخشبية بفضل الغابات الإسيوائية هناك العديد من الغابات الإسيوائية في إفريقيا ولذا أكيد رح يكون هناك الكثير من الأشجار لنستفيد منهم بالخشب إذن قلنا هنا وفرت الثروة الخشبية بفضل الغابات الإسيوائية والثروة الحيوانية الكبيرة وهذا ليوفرة المراعية ثروة حيوانية حيث تكثر فيها الأبقار والإبل ولدينا الموارد المائية الهامة أي شبكة الهيدرغرافية مثل الأنهار والبحيرات وتمتلك القارة سواحل تمتد على مسافة بها ثروة سمكية متنوعة كما تتوفر القارة على ثروات باطنية كثيرة أي لتمثل في المعادن كالذهب الألماس الحديد وأيضا ثروات باطنية طاقوية كالغاز والبترول التي تزود بها العالم أعيد مرة أخرى لدينا المؤهلات الطبيعية مساحة الأراضي الواسعة التي تمثل 30% منها أراضي صالحة للزراعة وفرة الثروة الخشبية بفضل الغابات الإسيوائية ثروة حيوانية كبيرة وهذا ليوفرة المراعي والموارد المائية الهامة مثل الأنهار والبحيرات وأيضا امتلاك القارة لسواحل كمتد على مسافات كبيرة بها ثروة سمكية متنوعة كما تتوفر القارة أو قارة إفريقيا على ثروات باطنية كثيرة مثل المعادن كالذهب الألماس الحديد وطاقوية كالغاز والبترول التي تزود بها العالم تكلمنا سابقا وقلنا بأن إفريقيا تحتوي على موارد طبيعية وثروات باطنية كثيرة وقد صنفناها من المؤهلات الطبيعية لقارة إفريقيا فكما نلاحظ لدينا بالنسبة لإنتاج النفط الغاز الألماس اليورانيوم النحاس والمنغنيز والحديد والذهب مثلا لدينا في الجزائر لدينا إنتاج النفط والغاز في موريطانيا لدينا النحاس في مالي لدينا الذهب في النيجر لدينا اليورانيوم وفي السودان لدينا النحاس لدينا أيضا الحديد ولدينا إنتاج النفط في إثيوبيا لدينا الذهب في الصومال لدينا اليورانيوم في جنوب إفريقيا لدينا الذهب والألماس واليورانيوم وأيضا المنغنيز وفي ناميبا لدينا الذهب الألماس اليورانيوم والنحاس وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية لدينا الألماس وأيضا إنتاج النفط يعني عامة الرسالة اللي حبينا نسلوها هي أنه الإفريقيا عامة عندها ثروات باطنية كثيرة تستطيع الاستفادة منها الآن رح نروح نهضروع للموارد البشرية يعني فيما يتعلق بالسكان عندنا ارتفاع نسبة الشباب في القارة البالغة 70% الشباب يمثلوا 70% في هذا القارة يعني مش ماناها الارتفاع نسبة الشباب يعني كاين اليد العاملة يعني يقدروا يخدموا هذا الشباب عندنا تنوع الانتاج الزراعي بتنوع المناخ أيضا الانتاج الزراعي يعني الحواج اللي يزرعوها ستتنوع بتنوع المناخ يعني احنا اجلنا في افريقيا كاين اقاليم مناخية كثيرة يعني الانتاج الزراعي سيكون متنوع لدينا أيضا الاستثمارات الاجنابية الكبيرة في القارة ودور المنظمات القارية التي تعمل على وحدة مثل الاتحاد الافريقية هذا بالنسبة للموارد البشرية في افريقيا نعود نقرأهم مرة اخرى عندنا ارتفاع نسبة الشباب في القارة البالغة 70% تنوع الانتاج الزراعي بتنوع المناخ الاستثمارات الاجنبية الكبيرة في القارة ودور المنظمات القارية التي تعمل على وحدة القارة سياسيا وتجاريا وأيضا تصفية الاستعمار مثل الاتحاد الافريقية الان لدينا ثالثا معيقات التنمية يعني وشيوم الحويج اللي يعيقوا التنمية أو يكونوا في طريق التنمية هذا بالنسبة لقارة افريقيا عندنا اولا الجفاف والتصحر والجراد افريقيا تعاني بزاف من الجفاف أو من ظاهرة الجفاف والتصحر وأيضا الجراد ونسبة التبادل التجاري بين دول الافريقية الضائلة تبادل فيما يتعلق بالتجارة بين دول الافريقية بين بعضها البعض يعني بين دول الافريقية يعني داخلية هنا النسبة ضائلة وأيضا تهريب رؤوس الأموال والمديونية التي تأخذ نسب كبيرة من عائدات تصديرها للثروات الباطنية والنزاعات المسلحة التي تهدد استقرار القارة وأمنها السياسي والغذائي يعني الحروب لتكون ما بين بعضها البعض وهجرت الكفاءات الافريقية من مهندسين علماء أطباء نحو الخارج واستفادت الدول الأخرى منهم يعني عامة لكن الكفاءات الافريقية يعني الأطباء المهندسين العلماء يعني سوف يهاجرون نحو الخارج يعني نحو الدول الخارجية أو مثلا أوروبا إلى آخر يعني نحو الخارج واستفادت الدول الأخرى يعني تستفيد منهم الدول الأخرى أكثر من القارة أو أكثر من إفريقيا إذن أعيد عندنا معرقات التنمية الجفاف والتصحر والجراد ونسبة التبادل التجاري بين دول إفريقية ضائلة تهريب رؤوس الأموال المديونية التي تأخذ نسب كبيرة من هائدات تصديرها للثروات الباطنية النزاعات المسلحة التي تهدد استقرار القارة وسلامها وأيضا أمنها السياسي والغذائي وهجرة الكفاءات الإفريقية من مهندسين علماء طباء نحو الخارج وأيضا استفادت الدول الأخرى منهم وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم حكمتنا لنهار اليوم كم من جدال كان يمكن تبديده إلى فقرة واحدة لو أن المتجادلين تجرأوا على تعريف مصطلحاتهم كم من جدال كان يمكن تبديده إلى فقرة واحدة لو أن المتجادلين تجرأوا على تعريف مصطلحاتهم مع السلامة